اشتركوا في القناة في قضية قاطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم شو رأيكم؟ هذه مش صحيح إنها في قطاع الطرق مش صحيح؟ أنا اللي بقول مش صحيح علماء من أول يوم كيف حولوها لقطاع الطرق؟ ممكن نشوف ولكن حتى تعرفوا في مين نزلت أولا خليني أقرأ لكم شوي حتى تعرفوا في مين نزلت هذه وحتى تعرفوا شو الحكم بكرة لأنه متوحشين وقتل قتل الأمريكان قبل الإسرائيلي لاحظوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة هذا مين؟ موسى عليه السلام شو كان جوابهم؟ ثم اتيه في الأرض هاي انتبهوا الآن بعدها واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر شو قال؟ شو قال الأخو؟ قاتلوا شو بيجي بعدها مباشرة؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ليش بني إسرائيل؟ لأنه الخالق كأنه بدي يقول لك هذول الناس شددنا عليهم الوصية لأنهم أكثر ناس رح يمرسوا القتل والفساد في الأرض هذول ليش؟ ليش؟ هايوا هايوا الكتب عندهم أنه عنده في الدين كتب زيهم أنه عندهم كتب دين مقدسة زيهم تقدس القتل من أجل ذلك دليل عليهم فعلا هم مع فكرة على ضوء فلسفتهم الأمم مع فكرة التي تحرف الدين الحق خطيرة الأمم التي تحرف الدين الحق خطيرة يعني لو مخترعين دين من عندهم استعقل اللي بيكون دين حق في أصل ثم يحرف يحرف خطير من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاعتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم لاحظها يعني جاهم من الله البينات والعوامر في موضوع القتل والإفساد عن مين الكلام عن مين وابتداء من لما بد في قوله يا قوم ادخلوا وبعدين موقفهم من الدخول والتيه وبعدين وطلوا عليهم ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاعتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاؤوا الكلام عن مين متصل الكلام ولا مش متصل وين كنت على الطريق وين المسلمين في الموضوع يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هذو بتكلم عن هدول والكلام الصريح عن مين هون الصريح عن اليهود بني إسرائيل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن أن بحدد لك الآن على فكرة خياراتك معهم أن بحدد لك خياراتك معهم بعد ما شفت اللي شفته منهم يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من العرض أن أي أرض اللي لازم ينتقوا منها افهموها آه إذن إذن معناته إيش يعني كتاعة الترقى دون للمسلمين هذا هو القضية ولكن جيد إنه القاعدة المعروفة القاعدة المعروفة خصوص السبب لا يمنعهم من اللفظ يعني إذا اللفظ جاء عام في كل من يتوافر فيه هذا ماشي لحظه قاطع الطريق قد يقطع الطريق يعني احنا بنرد على الفقهاء اللي قالوا انه هذه خاصة بقاطع الطريق اشي عجيب الايات واضحة متسلسلة ايات واضحة متسلسلة قاطع الطريق قد يقطع الطريق بقصد اخذ المال ولكن ما يخطر في باله لا معادات الله ولا رسوله لانه لازم يتوفر هذول السنتين ايش السنتين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ايش يعني يحاربون الله ورسوله يعني يحاربون الدين يعني ممكن يصير فيه بينك وبين بعض الناس فرضا قتال على على تقسيم ارث هذا مش بيحارب الله ورسوله لا هو بعاد الدين ويا سبحان الله ما بتلاحظوا انه الذين يحاربون الله ورسوله ورسوله بيحاربوا الدين هم اهل الفساد في الارض هم اهل الفساد في الارض لذاك جمع بين السنتين لحظه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الدين سنين ويسعون في العرض فسادة اللي بيجتمع فيهم هذول الثنتين جزاءهم ديروا باركم وهي الأمم المتحدة من اليوم ديروا باركم سجلوا عليها سجلوا عليها وشوفوا شو الصح وهذول مدنيين ولا مش مدنيين والتفاصيل هاي كلها لأنه مش رح يطول الأمر حتى تنقلب كل الموازين الغرب الآن أعجز أعجز من أنه يكون له سلطة لما شعوب قاعدة بتنهض الغرب أصلا يدافع عن نفسه الآن الغرب أصلا انهياراته قادمة الغرب بتحول لشيخوقة الآن أكثرهم أكثر نسبة الكبار في السن الغرب بروح قاعد الغرب الآن بيجيب هجرات ألمانيا كلنا لكم ألمانيا من ألفين من ألفين كانوا مقدرين لألفين كنو وثلاثين تحتاج بمعدل سبعمية وخمسين ألف اجتنوي يهاجروا إلى داخلها مشان يظلم حاضة على وجودها ولا ليش هركت في الدول الغربية بعضهم عم برفعوا سنة التقاعد ليش عم برفعوا سنة التقاعد قاعدين لأن مجتمعات شيخوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر